اشتركوا في القناة حلقة نايدة رمضان هذا وعش من رمضان شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ببرنامجكم اليومي قد بي تونايت خاص بشأن رمضان اليوم حلقة خاصة لأن الضيف الضيف خاص توا لماذا؟ 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 لأنه عارف قناة كاملين لأنه ولد الدار عماد نتيفي لأيكم معنا في هذه الحلقة حلقة خطيرة بزاف نخليكم تشاهدو شكيت لكم في هذه الحلقة مرحبا بك يا عماد ينتفي أحييك يا عماد يا قطبي ماذا قدرون أن نسميه مثلا؟ خدمت في عيضات عقسام تقنية شي بفايتة ضرت فيه شكرا على المرة ساعة تكون تتخدم في دوزان شكولي أحسن من ناحية المادية مساوين على الفع وش من ديك لوقيته ما تعلمتيش تغني ولكنني لا أغني غادي يكون معايا في دندانا ديال العيد غادي يكون معايا روبرتو منشيني شديك البيتزا العجيبا اللي كي ساوبوا المغاربة في رمضان في الطاليان تقولوا له الحرشة ويدا دا دا العام كانت تتعرجح ما أعرفش اللي أول دي المغارب مع إيران مغارب مع أسبانيا مغارب غادي يربح بسطلة زيارو اسبانيا أما دابا أرحبو عيماد بنتي فيك سابا عيماد مرحبا بك مغارب مع إيرانا ما أعرفش نقولك مرحبا بك ولا يقول الراسي أنا مرحبا بي عندك لا لا مرحبا بي أنا عندك مرحبا صافا وحنا بحقيقة جوجنا مرحبا بينا بعضنا أول حلقة روندا جوج العبادات صافا كدير صافا الحمد لله كوشي بخير أنا أعرف عندما أحد لوقيته إلى عقلتي كنت في غاديو في شادا في شادا يفهم كنت في غاديو كنت في غاديو واحد في غاديو يمكنك تسابقك خمسة عشر يوم كنت تفرحا شكونا عيماد واحد واحد في غاديو مرحبا شكونا عيماد شكونا عيماد شكونا عيماد قطبي عيماد أنت فيه ولكننا صافي بليزيغا عيماد بعدها أولا نكون هنا ويكا عشاك فوتا نكونوا في شئ اميسيون مزيانة وخا عمرا ما باقي ما قدمنا شي حاجة اسمنا نسميها مثلا ونخليه في هذا العيماد عيماد أموداس للاعبيضة او الاعبيضة اعبيضة الاعلام بالطبع شاهد قبل الحدث يلقي العيماد صحاااااا بالخير لأنك من الأعبيض لنأخذ الأعبيضاء من المنشة بدأوا مع تلفازها في الصورة الجديدة في واحد الوقتها وأصيب البرامج الفنية لأنه واحد الوقتها في القناة الثانية اللي كان قلوه موسيقى الفن تنفكره في عيمة نتيفي الصهراء تنفكره في عيمة نتيفي موسيو ميزيك وحقيقة كانت واحد الوقتها عندما دخلت الدوزين طبعاً دخلت هنا في الأول كتكنيسية خدمت في عيضات عقسام تقنية شي بشي تدرت فيه شامل مرة ومن بعد لأنه كان عندي دائماً هاد الشغف وهاد طموح أنني ندير شي حاجة في الميدان الفني في المغرب ونبدل نجيب إنتوش جديدة أو شي حاجة على قد الحال لذلك شي اللي وقيت هذه اللي وقيتها أواخر تسعينات اللي كانت النظرة اللي كانت عندي على إبوك والحمد لله فلما توجهت بديت كنديل البرامج بديت أول برامج كنوار وباعيات على إبوك وحاولت نجيب إنتوش جديدة ونغيروا ذلك الصورة النمطية على المقدم التلفزيوني أو المنشط التلفزيوني أو الإعلامي نصرح التعبير سي واحد لاتوش فيها شوية ديال شوية البساطة شوية العفوية شوية تلقائية وشو أبك شوية كذا ضرب اللغة ديالناس يتفرشوا فيك باش يفهموك طبيعة حال فمن ناحية المادية شو حال هذه ولا دابة؟ حيش حالة نقول لهم الوقت كانت تحسن ولكن بجي الصراحة بجي الصراحة لا صراحة 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 بأن شو حال هذه يحسن حال هذه يخدمنا وكانت الحمد لله كانت شوية الرواج كانت يعني حتى مني كانت تهدب وكانت خدمة كل شي يشوف إلا الإنسان دار شي حاجة أو لوصل أو لا يعني طوّر حياته وطوّر مادية فأخص الناس يعفو بأن ذاك سيدرة اجتهد وتقاتل وضرب الليالي والليالي بالخدمة ومكيلة نعاس ومكيلة إلى غير ذلك ولكن كانت بحالة قلتي كان المقابل يعني كان واحد كانت شوية للمادية تزوينة كان نريواج دابة نخدمه كتر ولك القديم خليفة قد يبدو نشوف وراء الوقت صعبت وراء الوقت كلها صعبت بشي غير فلمشي تم تفضل ملايهة كتقول لوقت صعبت مصاريف كتروا كل شي كتر كحالا دي بايزوم في خدمة كتوجوج ضبكتو لعشره عشرين ثلاثين ربعين تكتليكيش دوجوج كيفرقوه إلى اسميتو يا كشلي كي وصف رأي واحدا نقول لك واحد قديم نشي الله بدينا مثلا لأن شنون اللي كانحنا كي عونا أبار أنك تتخدم منا تستطيع تتخدم في دوزان ولكن بشكل مناس يعرفون بأنني كان لدينا الممكن أن نقدم صهارات مع مستشهرين في حفالات خاصة في ميراجانات إلى غير ذلك فهذه هي التي تزيد تعاون الإنسان مادياً كنتم معرفين ومحسوبين واحد جوز ثلاثة أصف في السنة الدابة كنا نتلازم واحد جوز ثلاثة أربعة خمسة أسبعة أسبعة أثنين أتعوذ جزائب والتي تبدلت الموسيقى تتسعينات؟ ما هي الموسيقى تتسعينات؟ موسيقى تبدلت وأنا كنت من يمديد سنة كنت تبدل شوي لأن كانت تتربين على جيل في الموسيقى المغربية كنت تربين وكنت تنقرأ ومن بعد خدمت تربين على الجيل الرواد كانت عرفه غير مدرسة عبدالراشدي برايم العالمي عبدالو عبدالكوالي، اسماعيل أحمد، عبدالله بخياط، سليم وحمد الحياني هاتشي اللي كان نعي مثلا ميح رطي فرقفات وغير تباك إنا مدرست زهير بهاوي لعمل بالعياشي؟ بيانسوقت، ماشي من مدارس لا، ماشي مدارس ولكن سي دستيل دستيل وناجحين وكيعجبوني أنا بزاف والحمد لله ذاك الشي اللي كنت بغيت تطور باش عاوتاني نغير ذاك الصورة النماطية على الأغنية المغربية نزيان، توقع غير هو طبعا الأعمال دابا كين بزاف اللي ناجحة سبعين في المئة، وكين واحد تلاتين في المئة اللي يخصى شوية دي مازال نسي تحسن فيها أكثر وأكثر ولكن بالعكسنا دابت نشوف دي جينيراسيون اللي ما زالت نعصرهم وتنعيش وتنساس دفهم في براميجي، واللي تعجبوني بزاف أصوات جميلة ويعني حتى الاختيارات ديالهم الغنائية مزويونة غير هو ما نقوله مدارس، نقوله سيدستيل ناجحين زوينين عندهم عندهم جمعور ديالهم أكيد، بجأسير، وأنا ربما من جمعور ديال بزاف ديال فنانا حتى وسي كنت دوسي ما قبل انترنت في فيسبوك وذلك شيء وده ما قبل وما بعد خريبا سهرة ديالعيد عيما الدندانا في العيد، شو موجلينة؟ ق長ة بصدف، سيكون بصدف، سيكون معي في دندانا ديال اللي العيد سيكون معي ثنان حسنة المغربي بتüberدونهاء، وتو ورق ديمة تهو ورق ديم كتر منawn بس lecturer make, متكبرasting وما قال الانترنت وما قال فيسبوك وما من بعد فعلي عنvous الى نظام حسنة المغرب بضيابة انترنت نهاية وده ما باقي ما قال الانترنت حسنة المغريبي رضيفة في هذا بعد سوف يكون معنا و سوف تكون معي شيماء اللي كانت خرجت هذه السنة من ديفويس صوت جميل و كذلك واحد الفنان جميل جدا يعني دائما لأنا بغيتنا في سارة العيد يكون عندي واحد فنان يمثل مغاربة العالم يسير ما يمكنش نجيبه كل شي و ما يمكنش ولكن كان واحد الفنان اللي يعيش في اسبانيا هو طبعا لأنه فنان ابن فنان هو سينور الدين بالغازي عازي في العود و كان في الجوق ديال الالة إلى غير ذلك وهو عنده واحد السيد ديالو فيه شوية ديال شوية ديال شوية الملحور بلوس لامودرنيتي دونك تواهد يكون معنا و بإضافة إلى مفاجأة أخرى في الفناني شني أحسن حلقة مع شي فنان دوسي في حياتك كاملة في الكاريير ديال كاملة وتفقائل طمخي هتكون عقلتي إليها شي حلقة اللي بقى تمتورخة عندك هتكون عقلتي في الكاريير كلها في الكاريير ديال كاملة تلفازية و كني مزر و كني مزر و كانت وحدة اللي غادي تكون وحدة كانت تقريبا في السنوات الأولى لما كنت كنت ندير برنامج ربعيات كان عندي ضيف وائل كفوري كانت واحدة سنباتي بيناتنا لأن هذه الساعتنا لما كنت مشيت قبل بشكل من ديال برنامج كنت مشيت للبنان ومشيت السوريا و تلقيت معنا عديد من الفنانة و مع الميزون دو بخود و المنتجين ديك الساعت كالإنتاج و في لوبنان تعرفت على بزاف ديال الفنانين من بينهم بيان سور وائل كفوري و كان داز واحد لكوان و بقينا أصدقاء و من بعد غادي تدوز واحد لعامل هذا و غادي ندير لنا البرنامج و قتلو خسك تجي عندي مع أنه كان كي جيد عمال جاو كانوا أغربية يجوا عندي يعني كضيوف متي تخلصوش ها؟ أبا كي تخلصوش ها؟ أه كي نلفا مساوين على الفا نمشي لي لا ما كرش كي تخلصو هذه حقيقة هذه عديدة من سور و أخذا كي يجو حناك أسبوع دين ما الفنانة كي يجوون برارة كيتخلصو؟ سال من بعد ذلك كيتخلصو أما واحد الفطرف الأول يعني تقريبا بديت دير واحد سنين سبع سنين ثمان سنين كانوا الفنانات يجو عندنا بيان سور حنا معروفين بلد الكرم و المغرب بلد يعني كي يريدون نرحبهم بالأجنبي تنصف لهم بيان بيان بياسر تنصف لهم بيان بيان بياسر تنصف لهم الوتيل جيد 5 إطوال تنطلوهم فيهم تنعتني بهم ولكن تنعو يجو يجو و المغربي يجو يجو بيان بايزان بني أخرى تنصف لهم بها؟ وحسن دي بان إذا كانت مدينة بعيدة أسرى يجو لهم الوتيل إلا بيان بياسر لا أعطيك شي أنا كأذيك علاقة شخصية بالنسبة للفنانة دي البره هو تلفازة وشان عندي امكانيات لغنصفت بي بيزنس كلاس وذاك شي يلا انت كاف مع رصي ما أرى الحمد لله وعدنا باش مقرية ولدت لاك شلك الحمد لله أما شوف ما عندناش زايد ومخصناش اللهم لك الحمد حمدنا الله وشكرنا ولكن بالنسبة للفنان المغربي كتولي علاقة شخصية أنا معه يعني ما تمقش نسلنا مثلا واش تليفزيون أو القانات أو الإدارة هي اللي غد تكلف لا تنولي أنا يا تنجه الزبط كتولي مو ديش كتولي في كل شي في كل شي صاحبين مشون القهوان ديهم بعد مشون تغداو بعد نجي نحطه يرتاح يوم بعد يجي عندي ومن ينسالي ونهزوه هنا ونرجع بيه هنا ونقصف انتقاد يدي البيضون كي يجي عنديك شي فنان لشي حلقة ضروري كتسالي حلقة خصتك تكبر بيه وديش عرض عليه وليش حاشه ولو كيناتقاد يوم ما كيناتش لا كينات ضروري حشو ما تخلي تقولي سلام عليكم ميشي في حالو خصالي ما كانش من هنا سمعت يا الساعة ما تقوط بيك سمعتك دب انت رخص كل يوم لا كن لا مرحبا طب اتحب يا الله فاطرين انا تم عند دخلات دخلتي كتير في نوملي سوشي انا تمش يا واحد انتم هنا في شذم تبارك الله معروف الحمد لله الحمد لله كي الكرام ترتو البرنامج ديالك هنا يا تلقاو كل شي بينا فيا انا تمشي في رمضان باقودتك هزبال فيك لم تكنش بزيال في رمضان لا ناقش ويا اش كان دير في رمضان شو حال ضعفيت شو كي ويا في رمضان كان غيرك يقول الله اكبر تنشرب كست الماء وتمراء حتى لعوا تاني تلغد عوا تاني الغد عوا تاني كنت ديرها كست الماء الغد الاخر كان اخد تماء لا باقينة تبارك الله عندي واحد المشكلة اه مشكلتك ومشكلتك عيني كبيرة وتنبغي شاوي هاد شي معروف عليها تنحاول تقاتل تنطريني ولكن شوف فورمت انا فورمت هي فورمت ما عاديش نتبدل فرسكو عد خادي يا ايماد هادي اذا ما شهادة مندي كيف عرفتك النهار الول في التلفازة في التسعينات بقي دم واش كنت تخشف لي غلاس هون وانا كنت عسكي ماجهة واش كنت تقبح لك ما عارش يمكن هذا يعني كما تنقوله من زوءك هذي خلاو المصريين يعني عينيك تتشوف مدي انا بالنسبالية مني تنطل مره مره على راسي شي شوية واذاك شيف تنقول اه عمد لقد نال منك الزمان لا هاول الله يوديو اشتكال احد شايفك بالماكياش وبلا ماكياش باقي هو اوه الحمدولي لاي لك انتدرام مزيان مانتي بلية بانكم مره رازت سي نرمال الملامح توجه شوية كنزيت الشعر كطاح اه الوزن شوية الضروري كنزيدو لماذا كنزيت الشعر المرآني مرحيني هاوزن شوية ارشام معك الصغيرة ايمد المكتصغير ماذا قالت البرمير البرمير لقد ترجمت في جوندارك وليوس في ضربة بحكمه انا انا ودرب طاليان في دينة موز مدينة في ضرب طاليان الزنقالية معروفة كنت مدرسة نيسرينة ارا معروفة ومعروفة كبرت ما، الوقيت اللي كان قصني ندخل يالله بدأت لك جوندق، كانت الساعة عند ليس سور أنا كتم حضود في خوتي يعني كلهم خوتي قرأوا في مدارسة ما هيك بخوتي؟ إحنا يستع عنا نجوج الولاد جوج الولاد وزوج الوربعات البنات أربعات البنات، هما كنت جوج الولاد ونزيد بينا أربعات البنات شح الفكيت أنا البنات كل مرة جي شي وحدا ضربة مع رجلها ولين كم بدأ نفك ألا ماش أنت الصغير؟ أنا والصغير أنا صغير ثبارك الله أنا أصغرهم اللي كان حي خوتي من هذا منبر أخوتي تم استطيع عليهم والأخ دي طبعا أكبر شخص اللي كان قبيح في العائلة في صغير صراحة ما كانش عندنا كان الوليد الآفريت الآفريت ما.. كنت أنا مش يعفريت يمكن صاحب النكتة صاحب أنا اللي في شوية تناوي نضحك نبغين نضحك نبغين إحنا لقباحة ما كانش عندنا كنا ندروج لأنه كان كان عندنا شوية طربيات دي للفاس صرامة في الدار والاحترام قرأت دانيل والد في جون دارك قرأت الملاكيش ومن بعد قرأت في مدرسة الفارابي من بعد مشيت لإعدادية ابن الطفيل جيت المعارف في المناطفين ساعت كنت أركبه في الطبس كنت أخبرت بن حبوس من بعد تقولي فيها البنات بن حبوس ابقيت فيها أنا ونطفيل كانت مختلطة قرأت بن طفيل لكوليج ومن بعد سأبدأ مباشراتاً درب غلف سأقرف لواحة انظر أنت في المدينة ومعارف ومعارف ومن بعد سأبدأ من أصحابي كانوا معي في المنصير المون تكنيك كلهم دريلي ودرب سلطان هذا الحمد لله أكسبتها كتجربة ومحاكة يعني عرفت كارتي في كازا ومن بعد خدمت في عين السبع لبرنانسي رأك عارف بيان سر تماما يلحيل محمدي هذا يمكنني التقسي بيض نجارسي ماذا أكبر ضيف فيك هكذا؟ مكرة هكذا يشي تبدين فيك مغل الماكلة الماكلة هذا نفس المشكلة عندي تقانا دي الماكلة ريجيم كان دي ماكلة الووكاند تنقول عندي ريجي نهار اثنين من غير الماكلة من غير الماكلة أكبر ضيف عني أكبر تعصب شي حاجة شنو دي فيك لا ما كان تعصبش أكبر ضيف هو أنني في يدب ولا في يدب من ما تزيد في السن كيزيد كبر معك قلت كان أنا إنسان حليمي كان بغيك نحلم بمجتمع راقي مجتمع فيه فكرة ومجتمع زوين كل شي كون بخير منيك تشوف الظروف تيبقى فيه الناس منيك ننقارن مثلا مع الدول أخرى في بعض ميادين سواء في الرياضة سواء في الإعلام سواء في التليميزيون سواء في السياسة في الأحزاب تيبقى فيه لحدهم نقول لي لماذا بإمكاننا؟ لماذا ما نكونوش تحنا بحال هذا بسهل؟ غير كل واحد كنا دزنام تجارب ولكن نكون قلنا يالله اليوم نخدموه نبداوه لماذا ما يكونش عندنا تعليم زوين؟ لماذا ما تكونش عندنا صحة؟ سهل ما كيش غير إرادة هدرب شي ديفو هذا؟ هدرب شي ديفو فيك؟ خلاني بحالة بديت كانت ستريسة مع رأسي يعني الناس يعيب وليت يقولك واتلقها مالك دب أنت لغت تغيرها شو غت تغيرها قابل خدمتك وكذا أييا تافق ولكن هذا ولد يعني تنتحرق من القلب ديان تتعصب خب يا إيماد قبل نحن منيك نوجود البرنامج بديتي بوحدك كتلقتي هنا واحد شو دي الشعر قلت قلت خاصين دخل معك شي تشالنج اللي هو الشعر تشالنج ونشوفوه وشان قدروا مشيونا ويك بالقافية مثل أقصحب هذا كله مدام شوية بعض الفاصيل مرحبا بيكم معنا بجديد على شهزة تيفي برنامج شو كنت بيتينا يتوضنا الحلقة خاصة بحضورة سيد العزيال يارزاف عباد انتي فيه مرحبا مرحبا صفا 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 على بعضياتنا صفا صفا على بعضياتنا أشياء دروعة تخلي نكمل هذه الحلقة صفا يالا صفا صفا قبلها هدرت على الشعر انت وش عندك مع الشعر ولا كنت تكون ببعدك تبدأ شوية لا كنت كان واحد لوقيتها كنت مؤثر شوية ببعد الشعارة شو صبح الله الوقت كنت بالدلدة ونقاش الوقت كنت مؤثر بموتان البي يعني خاصة سيرتو الموتان البي ما واش نقول بزرفة الاسماء أخرى لا سيفوي تانا واحد لوقيتك تكونسنتريت مع الشعر في 98 كان عقل مع واحد الشاعر لا يذكره بخير سايمون سيز في ذاك لوقيتها قاسدة دي الكريمة كنا دووزنا في ذاك لوقيتها إماد غادي نمشي ونديروا واحد لتشارجانا ويأك سيكونن نديروا واحد اللي فيغولة تشنقولون أبيات أبيات شعرية ونمسلوا واحد قافية اللي غا نبدأها أنا ونت أتكملها مشينا ياب مرحبا بك يا إماد ينتيفي أحييك يا إماد يا قطبي مرحبا بك في هذه التقوس وهذا الشهر الرمضاني أرحب بك وأنقل لك تحياتي هل تعلم أنك ودادي؟ أنا ودادي بالقلب وبالفؤاد قلب قلب الفؤاد هل أنت تعتبر نفسك شداوي؟ نعم أنا شداوي أنا كلي لخدمتي أهل يا إماد ينتيفي أنت فنان وشاعر هل تغني؟ ، لو غنيت لنا نعتوني بالبهالي ولكنني لا أغني لا يا عمادي انتيفي أنت لست بوهالي لأنك لست البلماني آه يا زمن آه يا زمن يا عمادي قطبي كم وددت أن أطرح ألبوما في الأسواق برافو عبادتي فيك برافو لا أقدموش معك فتلقادية آه لا أقدموش بحرارة كنا بقابل إي بحركة آه غادين خبطارة تقرأت المعدام وتقول لها هل هناك عيشاء أنا أقدم نقول لك أتعلم أن المنتخب الإيطالي شدو روبرتو منشيني هاديم دو حيث للإيطاليان الكويرية دي لطالين كلهم إي الكوبيلي مانشيني آه السويد لاركسن إريكسن كيف يقول منك هاديم 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 أنا أعرفك ويدادي فري ويدادي 100% ويدادي نحن جوج ويدادي آه ويدادي عادي كيف تكون ويدادي العام آه ويدادي العام كانت تتعرجح بطبيعة الحل أحسن مكان في السنة و هذا الموسم هو العصباء العصباء الحمد لله لي فاتة شريف انت قد تسمى موسم اييه يعني شكرا لديك في ديسمبر حدرت كيف تكن في نوفمبر في ديسمبر مستقبل الكأس العالام نوفمبر حيث انا كنت مشيت للالي وتفرطت في القاهرة حيث نوفمبر في المغرب تأهل الكأس العلام والراجر بحيث كأس العرش والويداد كانت تشمبيونس دي وما كان ذلك نوفمبر فيها الويداد كانت أبار ذلك العصباء فما كان المستوى يتذبذب ولكن كان نحيه هم نحيه جميع اللاعبين أطر وفريق ومكتب وإلى غير ذلك والتاقم التقني والفني والجمهور خصوصاً الجمهور كانت هذا العام الويداد جابت شمبيونس دي بفضل الجمهور بالدرجة الأولى ومكونات الفريق التي عملت من بعد كانت صراحة الويداد هذا العام السنة لم تستحق الشمبيونة وبالتالي فالشمبيونة كان نحيه من فريق الطنجة لأنه يستهلوها لأنه يعملوا عليها وكان المستوى متقارب بالفرق كلها لا كانت مستوى كبير ولكن كانت طنجة تميزت بالجمهور ديالاتي وهذا الشيء يخليني يقول لك بأن الأيام القليلة تقريباً كين ماتش الأول دي المغاري مع إيران سوف يبدأ سوف يبدأ تقريباً كاملة رباً طائرة لغرجة المتخب سوف يكونوا واقعي لا تخبيش عني أخوك أنا أخوك كنا نحلموا باستخدام المتخب يتأهل كأس العالم لأنني عشرين عام لم أتأهلش وكان يبقى فينا جنرات جديدة منهم أختي أخوتي وصحابي وكان يتحدثوا معنا هذه الفترة التي عشتناها في 86 وكانت عشتناها في 98 وكانت عشتنا في 98 كانت فارق المغرب كانت فارقاً مزيداً وكانت عشتنا في 98 فأنا كنت أريد أن نتأهله سوف نكون فرحانين إذا جاءت شيئاً أحمدنا الله وشكرنا ما كانوا له أحمدنا الله ولكن نعود إلى تكنيكاً أو مثلاً كتحليل سبحان الله لدي واحد إحساس بأن المغرب لديه 70% يدوز للدوزيام بالطبع إيران عندما تخلعني إيران فارق يلعب بلا كوندجان فيزيك لدينا واحد الغاج التي رأيناها في الماتشات في الكازا وهذه الغاج لأن الكورة هي الغاج إذا كنت تأتي إلى مايوخ تبليل كنت تقاتل كنت تلعب لا تدهش في الجمهور لا تدهش في الجمهور لا تلعب في الترا إذا كنت تلعبوا جيد مع كوندر الإيران تنظر الماتش في بورتوغال أما السبريون عمد رأي الكاميرا أعطينا كل ماتش لتكهونتك وماربرا يخبرونا أعطي فيديو أنتم خل vegan أسترد الماتش الماتش مع إيران مع إيران 1-0 مغير مغير لا مغير لا كنها لا لا اعطي ببري verbess سيربح 1-0 ماتش دياء البرتجاج سيكون نفعل تدقيق أكثر فالمغرب و البرتجاج سيربح بجوج الواحد جوج الواحد مغرب مع اسبانيا مغرب مع اسبانيا أجدني تستعب دينا بكل طيبًا. مغرب مع المغرب، مع المغرب مع المغرب نحن المغرب بـ 6 والزيرو سبانيا. ، ما هي المغرب مع المغرب؟ لا بيكون الوضع، ثلاثة والزيرو. ، ثلاثة والزيرو؟ ثلاثة والزيرو؟ ، بالفعل حسابيًا ، سنكون سافيت. يعني سابقًا، بAngel Deyze نعم، كنت تعمل كورة مليئة لتأتي لم يجد إن قراتيف Gaussian هذه القرآنة، الأمر هي سرعة ولكن كنت لا أستطيع إسدائها ترى. يمتع إسرائي بالأقل بقيت ضفوض السبوب كانت لعب قدي open ние سقولون ليس بالحفظ ولكن لا يمكن أن تجعل ذلك المجهود لقد كنت لعبت في الويداد في واحد الوقت لعبت في الويداد مينيم كذلك جنيور من 86 و أنا في الويداد حتى 32 86 و 92 لأنني ليس حلوك على الويداد من 86 إلى 97 تبارك الله لا تشوف شوية بحلقة لا تشوف كرش خارجه لا تشوفك أنا قلتها لقناة لا تشوفك جنيور و صابي حبثنا لا تشوفك لأنني أحبثت لأنني أحبثت لأنني أحبثت أنني أحبثت أنني في الكرة ولكننا عاوة تشغلنا في القراءة و إلى غير ذلك و خدمت بكري أنا لأنني أريد أن نخدم لأنني أريد طموحي و ندير راسي براسي لأنني أنا معونيتها واحد الحمد لله كانت العائلة ديلي وفروا لي الراحة والاستقرار ولكن كانت أنا أزيرو الحمد لله هل كانت فيسبوك؟ شوية مشكلتي مشكلتي هو قليل الظهور في الغيزو السوسيو تنظر سكيل فو لأنني عندي رأي حيث ذبنا بالنسبة لي هذا الغيزو السوسيو أو فيسبوك أو هذا حيث ذبنا إنستجرام لا تاريخي في الإعلام ولا السن بحكم تبارك الله عندي بنيتاتي لا تنظر لا تنظر لكن فيسبوك لكي نقل المعلومة نقل المسألة البروفيزيونية حيث عن الخدمة برامجة لا تنظر لا تنظر ولكن قليل الظهور في الغيزو السوسيو طبعا فيسبوك ستعرف بأن في شهر رمضان لا تنظر فيسبوك لا تنظر ولكن الناس فيسبوك يشتغل الناس لا تنظر لا تنظر لا تنظر لا تنظر لا تنظر مثل الستاتيو يقول النقطة الخضرات الميسنجر هذا خلق قبل الفطور النقطة الخضرات التي في الميسنجر كتب ليها بعد جلبانها لديك واحد الستاتيو يقول يؤسفني حقا أن أخبر بعض الأمهات أن أولادهم واللودي زالاغم كيف يقول بنات السحور الستاتيو يقول الشيء العجيب الذي يصيبون المغاربة في رمضان في الطاليان يقولون الحرشة أه بشو الستاتيو حد أخر الأنف يتمتع والمعدة تتقطع استاتيو حد أخر تقول قليل غا سيدي المغرب في الصباح مكة المكرمة وفي الليل لاس فيغاس وووو بتوها الحد أخر تقول لك إذا كل أب فقد أبناءه بعد الإفطار راهون وستحكي كميو عوتاني شي قولك عوتاني هنا من فوائد رمضان انك تكتشف انه 90% من تصرفاتك الشيطان ما عنده فات شي دخل هذه عجبت لي اشتدرت البارح ولو البارح سؤال حد اخر تيقول عوتاني أولام استاتو حد اخر تيقول مني كنسمعش اغنية رومانسية وحنينة كن نسامح قاعد لي جرحوني وكنبغينا عناق قاعد الناس هكا تسلي اغنية صافي كنحبسك سؤال حد اخر تيقول استاتو حد اخر تيقول هذا كان في رمضان سوا بقيت كان نمض 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 حد تزويت استاتو حد اخر تيقول سمعت التصريح ديال زيان على واحد لافير اللي كيلف محكامة واشخصين نعود النهار او لا اخير استاتو حد اخر تيقول الهدف من الصيام هو نجربه الالام اللي كحسبه الفقير ومن اللي كنفطره كنجربه الالام اللي كتحسبيه المرأة الحاملة هذيك ديال الأستاذ زيان هذيك خصوم مني هذيك الفيديو هذيك خصوم يدروا لها مواندي زويت بغضيفو ايماد لأيجبني انا لأيجبني فهد غيزو سوسيو ولي حقيقة بعد المرة تتبالك بأن المغربي عنصر ديال النكتة وهو في البيهجة غير في هذه الحملة المقاطعة إلى غير ذلك نحن نحن هنا باش نهضروا على هذه المسألة نحن باش هنا في برنامج ترفيه ولكن في هذا الاستنتاج را هادك شي لي خرجوا بديل ضحك ديال هادشي را فريمو المغاربة الناس ديال ضحوكين للأسف كنش شوية ديال ضروف يعني حاليا كن واحد بحال نقولو كن دي زند نيغاتيف كتدوز بها يعني لاتموسفير فعن شوية نيغاتيف ولكن شوف بغينا ان شاء الله نساو هادشي ونجمعوا هادشي كلو ونرجعوا كما كنا احنا نمغاربة غير ذي عشر سنين غير ذي عشر سنين كنا من يعني ناس كل شي خدام وكل شي هذا واللي ما خدامش يقلب على قدمها والناس كتتعاون بعضيتها والحمد لله والمغرب كان غادي دائما في بعض المشاريع وفعورها ما زال غادي ولكن بغينا كل شي يكون ناشطي ان شاء الله كل شي يكون فرحان شبار كله عليك هلو قد نمشيو الاخر حاجة فاد البرنامج سيكو تقدم واحد برنامج ليس بيتو دندانا والدندانا قتت استقبل فيه بزبت فنانو والعديد دي الأصوات واش مدك لوقيته دابا ما تعلمتي اشتغل لي شوية تحفتين منيبت هنا كنا نستقبل الفنانا ارا صافي راتقسي وليو عندك من 98 من 97 بعد راب 21 عام بتاكت استقبل الفنانا ولكن طلبت منك دباز عطينا شي مقطع للجمهور لي كيتفرج فيك مقطع؟ من اما بغيي لوسي اللي اشبك آآ آآ مرحبا نديره البلادته ندير شي موال مش 보이 نيبوخور نيبوخور مرحبا يا ليلي عين يا ليلي يا ليلي يا ليال يا ليلي يا عيلي يا ليل يا ليل يا ليل درج مقامت هذي درج النهوات واختمت أحجاز هذي نهوات نهيري واسميش هذي؟ مقام نهوات سدي تبارك الله عليك سبارك الله عليك سبارك الله عليك كيف سوف نقبل الفنانة سوف نقوم بميكرو وفعله مليكو سوف نقوم بميكرو لا تقوم بميكرو الله يحفظك عيد مبارك سعيد نتفرش فيك إن شاء الله في ذن دانا حلقة خاصة عيد الفتر يدخلوا على المغربة بصحة والسلامة ودائما عراقتي بك من أول مرة تقبلتيني في الراديو لأنك في 2007 عاصل تقبلتك في الراديو في 2006 ويجب أن نذهب في إدعاة الفور في 1998 ويجب أن تخبرك من الناس اللي عصر يددوني كل راديو ويجب أن تردوني كل راديو ويجب أن تتعلم ويجب أن تتعلم وانت يا غادي وغادي تولي مدرسة ان شاء الله عيماد احتراماتون احنا كنت تعلموزنا تفرقراليكم شكرا ناسيديك بيغسيبوكو عيماد شكرا لك اه فين بوتيت بشين تحرده اه مشو كين واحد باتولي كتسنا كين واحد العصير زوين اسميته زعزع مشيونا خلق زعزع شكرا لكم كانت حلقة زوينة مع عيماد بعيدنا ان شاء الله حلقة جاية وفي نفس التوقيت اسلام عليكم مع عيماد قطب الليلة صهران على شادان تيفي كينبلان كل حلقة معنا فننكو هاتخشاب سينوجي قطبتو نايتينشوتكم شاداتي في غتونسكم هاتليلة احنا معكم خليكم ما تنصبين مع شاهدة هانية تون ندوزو أحلى صهرتون كل حلقة نايداتون تجمع الأحباب والجيران مع شاهدة هانية تون ندوزو أحلى صهرتون كل حلقة نايداتون رمضان هاته واش من رمضان شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء